من قبضة داعش إلى ملاجئ غير آمنة انتقلت الفتيات الأيزيديات اللواتي هربنا أو تم تحريرهن معاناة نفسية وجسدية تضاف إلى معاناتهن المادية وصعوبة الحياة سيما أنهن تعرضن إلى الاغتصاب من قبل عناصر التنظيم وتصف ناجية أيزيدية في العشرين من عمرها عناصر داعش بأنهم أناس بلا قلب ولا شفقة عندما اختطفنا داعش لم نرى الشمس لمدة عشرة أيام وقاموا ببيعنا في سوق خاص ببيع وشراء الأيزيديات مرسوا الاعتداءات بشكل وحشي بحقنا أعتبرونا سلعة لإجباع رغباتهم الجنسية فقط لقد مرسوا بحقنا معاملة قاسية وتعرضنا للتنكيل والتعذيب والآن كما تشاهدون نعاني من ظروف معاشية صعبة نناشد العالم ورئيس أوباما مساعدتنا لإنقاذ أرواح فتياتنا من بطش داعش الناشطات الأيزيديات يؤكدنا بأن الفتيات المحررات بحاجة إلى إعادة تأهيل بعدما تعرضنا له من انتهاكات صارخة وتعذيب الأيزيديات المحررات يعانين من الكوابيس والاضطراب النفسي لأنهن نتعرضن للإيذاء والعنف الجنسي لذلك هؤلاء الفتيات بحاجة إلى التأهيل لتجاوز تلك الأزمات والمحن النفسي وبحسب آخر إحصائية حكومية فقد تم تحرير ثمانمائة واربع وستين فتاة وامرأة أيزيدية من قبضة داعش عبر وساطات غير رسمية مقابل دفع مبالغ طائلة حقيقة تسعمائة أو حوالي تسعمائة يزيدية من الأناث المختطفات أو ناجيات من اليزيدين تم تحريرهم من أيدي داعش وهذه العدد قد تتزايد في الفترة المقبلة لا يزال أكثر من 2400 فتاة وامرأة أيزيدية رهائن لدى تنظيم داعش الذي قام بتوزيعهن على مسلحيه كغنائم حرب كما تم بيعهن أكثر من مرة في سوق نخاسة الفتيات الإيزيديات اللواتي تم تحريرهن مؤخرا من قبضة داعش يعانين من أزمات إنسانية ونفسية بسبب ما تعرضن له من انتهاكات واعتداءات بحسب شهادتهم وتصر معظمهن على ترك البلد مع فقدان الأمل بالعودة إلى ديارهن بسبب الخراب والدمار مزور محمد سكاينيوز عربية مخيم خانكي في محافظة دوهوك